شركات عاملة في قطاع الخدمات الرقمية أبرمت التفاقيات حول 32 مشروعاً بقيمة إجمالية تجاوزت 21.89 مليار دولار خلال النسخة الثانية من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقت خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري في مقاطعة تشينجيانج شرقي الصين كما حضرت كل من فنلندا وجنوب إفريقيا كضيفتي شرف وتناولت التظاهرة مناقشة مواضيع عدة تمثلت في تدفق البيانات عبر الحدود وحوكمة الأمن والتمويل الرقميين وكان الرئيس الصيني قد تعهد في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في سان فرانسيسكو بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب فيما كشفت السلطات الصينية عن مجموعة من التدابير لتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة كجزء من الجهود المبذولة للمساعدة على تحفيز نموها وكشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 2.81 مليون دولار قد ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي إضافة إلى قطاع إنتاج المواد الخام الذي شهد ارتفاعا هو الآخر بنسبة 22.9% حيث أدى انتعاش الطلب في المراحل النهائية لأعمال التصنيع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام هذا واستمر ضخ السوق الاستهلاكية بسبب السياسات الحكومية الموتية مما جعل الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية تسجل زيادة مطردة في الأرباح للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت حوالي 2.2% مقارنة بالعام الماضي